وصلنا لقضية تقييم الأبحاث أو تقييم الأوراق العلمية بداية أنا لازم أسأل السؤال الواسع جدا جدا هل تجيب الدراسة اللي بين إيديي على فرض أنها دراسة كاملة مكتملة الأركان ما في عليها أي غبار هل تجيب هذه الدراسة على السؤال البحثي المطروح؟ بمعنى آخر أنا الشي اللي عم دور عليه هل هي دراسة فعلا عم تجاوبني عنه هي اللي مثل ما يقوله الجواب النهائي؟ الباحث الناجح هو طبيب سريري ناجح إذا أنت ناجح بالسريريات بتقدر تكون ناجح بالأبحاث ناجح بالبحث أو بالقدرة على إيجاد إجابات على أسئلتك السريرية من خلال الأبحاث رح أضرب مثال عن قضية من العناية المركزة بس هيكون الموضوع عام فأظن ممكن كل الزملاء يدروا يتابعونا رح حاول بسطها بشكل قدر الإمكان رح ناقش دراسة صدرت مؤخرا من حوالي ثلاث سنوات بعام 2017 أظنها صدرت عم تناقش قضية الأنجوتنسين 2 الأنجوتنسين 2 بالصدمة الإنتانية نحن مثل ما بنعرف فيزيولوجيا الدواعم أو المقبضات الوعائية الموجودة بالجسم هي ثلاث مقبضات هي اللي بتحافظ على الضغط الشرياني في الكاتيكولامينات الإبينفرين والنور إبينفرين وفيه عندنا الأنجوتنسين 2 الأنجوتنسين 2 هو أقوى مقبض بعائي مثل ما بتعرفوه الآن تجاريا متوافر عندنا الإبينفرين والنور إبينفرين موجودين بالممارسة من سنوات طويلة الفيزو برسين موجود بالممارسة ربما ما موجود بسوريا لأنه غالي شوي ولكن موجود بأوروبا وبأمريكا بشكل نستعمل روتينينا كتير بالخليج كنت تشوف استخدمه كتير الفيزو برسين الداعم الثالث هو الأنجوتنسين 2 ما كان متوافر تجاريا أبحاث كتيرة قامت عليه بالعشر سنوات الأخيرة ما كنت تتابعها شخصيا صراحة بس بحثت قليلا فكفيه أبحاث بدراسات فيزيولوجية كتير تمت على هذا الدوا الشركة تبعا بدت تصل هي الشركة المصنعة بدت ترخص الدوا من الاف دي اي الاف دي اي ما رضوا يرخص الدوا لحتى يقدمو لهم دراسة فيز ثري بكرة هنحكي عن أنواع الدراسات وعن فيز وان وثو وثري فراحوا عملوا دراسة مطنطنة حقيقة خمسة وسبعين عناية مركزة شاركوا فيها من حوالي من مختلف أنحاء العالم بالقارات الخمسة خلينيقول دراسة راندومايز كنترول تريال جابوا مرضى صدمة ثانية أسموهن على مجموعتين عطوا المجموعتين نفس العلاج اللي هو النور إبينفرين أو الكاتيكولامينات ولما نلقوا أنه جرعة النور إبينفرين عالية أو الكاتيكولامينات عالية عطوا مجموعة من المجموعتين بشكل عشوائي بعدين هنحكي عن هذه التفاصيل عطوهن الدوا جديد اللي هو الفيزوبرسين والمجموعة الثانية ما عطوها الفيزوبرسين هناك تفاصيل كثيرة ممكن نحكيها لاحقا فلاحظوا أنا أظن فيه تقييم بعد ساعات بعد 3 أو 4 ساعات بعد 48 ساعات ayan المجموعة التي يعطوها الفيزوبرس المجموع التي يعطوها الأنجي تنسين الطام الوسطي عن الماب ارتفع ارتفع طالقة الشريانية عن هذه المجموعة قياسا بالم جمعة الثانية المجموعة الثانية حققوا ضغط وسطي 65 اللي هو ضغط اللي نطلبه عادة بمرضى الصدمة وفيه الحكي له تفصيل المجموعة الثانية اللي يعطوها فيزوبر اللي يعطوها أنجو تنسين ارتفع الضغط الوسطي عندهم 75 هذه هي كانت البرائماري اند بوينت هذا كان هدف الدراسي الدراسي كلها مصنعة ومخططة ومعمولة RCT ومولتي سنتر وحول العالم لكي يثبتوا أنه أنجو تنسين بيقدر يرفع الضغط الشرياني وبس هذا اللي عملوه حقيقة هذا الكلام المشكلة أنا التقيت مع أحد المسويقين لهذا الدواء بمؤتمر SCCM بأمريكا 2018 سألتوا السؤال طيب انتم عملتوا مورتاليتي ليش ما عملتوها مورتاليتي هلأ جوابه كان أنه طيب بقيت الدواعم الموجودة النور إبي والإبي والفيزوبرسين ما حدا ولا واحد فيهن له مورتاليتي بينفيت وهذا الحكي الصحيح رجعنا لمثال المظلة أنه هل المظلة تنقص الوفيات بمرضى أو بالناس التي تقفز من السماء ما في حدا بيقدر يثبت أن المظلة تنقص الوفيات بقراسي RCT لأنه ما فينا نكتدرس أنت هذا الموضوع فبنفس المبدأ الأدوية الموجودة بالممارسة التي تنتمي لعهد ما قبل موجودة بالممارسة بترفع الضغط فيزيوروجيا نعرفها ترفع الضغط وحقيقة بالتجربة بترفع الضغط بس هل هي بتأثيرها المورتاليتي ما بتأثيرها المورتاليتي ما فينا نعمل RCT هي أبدا لا يمكن وإلا هذا إثيكة لي مو مقبول أبدا أبدا فهي حجة جماعة أنجوتنسين تو يعني وقفت علينا نحن أنه بدأ نعمل المورتاليتي طيب قلت له أخي أنا صدقتك ما عندي مشكلة طيب ليش ما عملت لي البراميتر تبعا مايكرو سيركوليشن نحن بالصدمة الانتانية ما بيهمني أرفع الضغط الشرياني بحد ذاته لازم ارتفاع الضغط الشرياني ينعكس على تحسن الجريان الشعري اللي هو مسمين مايكرو سيركوليشن ما فيني إيسه مباشرة أنا فيني شوف السروقيت تبعه فيني شوف المشعرات تبعه فيني شوف وظيفة الكلية إذا كان ما في قصور كلاوي فيني شوف مثلا اللاكتات عيار اللاكتات كل هال مثلا في معايير تاني فكل هالمعايير أنا فيني إذا شفتها على الأقل سجلها وثقها الدراسة هاي اللي عمنا نحكي عندي الاسم الأيثوس 3 ما عملت أي شيء من هدول المشعرات ولا حتى كهدف ثانوي لألها اكتفوا بإذنهم أثبتوا أنه الانجل تانسين 2 بيرفع الضغط الشرياني حقيقة الأحد الزملاء عطاني موقع من فترة من الفيديو الماضي موقع تقييم الدراسات جزا الله خيرا بخلال بحثي عن هاي الدراسة أنا عندي وشدة نظري خاصة فيها حبيت شوف شو قاله غيري يعني أنا مهما كنت ما حاجي ابتدع شغلي ما حدا قاله غيري فموقع The Bottom Line اللي هو موقع بريطاني بيقيم دراسات قالوا أنه Primary End Point ليس ذو أهمية سريرية وفعلا هذا الحقي صحيح رفع الضغط الوسطي ما هو ذو أهمية سريرية أبدا بحد ذاته زمان عكس على Perfusion وفي دراسات معمولة أصلا بهذا الموضوع قارن بين ضغط وسطي 65 و 85 وطلع ما في فرق شارع الثاني يغشون فيها الدراسة أو ربما بيغشوا اللي ما عنده أي خبرة سريرية بالموضوع أنه يقول لك نحن قدرنا من خلال هذا الدواء ننزل قيمة أو نعمل وينينج أو فيطام للنور إبي مثل عم يضحك على حاله أنت عم تعطي بريسور جديد مشان تنقص للبريسور القديم يعني فهمتوا شو الفكرة أنا كنت عم تعطي النور إبي بجرعة مثلا 0.5 ميكرو جرام بركاجة برمينت بذراع الكنترول اللي ما فيها دواء أنا نزل الضغط الشرعاني فأطريت أرفع النور إبي لدوز 0.4 مثلا بالمقابل الضراع اللي فيها الأنجو تنسين نزل الضغط المريد فأنا بدل ما أرفع النور إبي أعطيته أنجو تنسين بجرعة كذا وكذا فالنور إبي يا ما رفعته يا ما حتى نزلته عمل في لوينينج بس هذا الحكي مو صحيح أبدا بلقيه سريريا يعني صح هو فعلا بالأرقام قدر ينزل الدوز لنور إبي بس عميا المجموع الدواعم الموجودة للمريد ما تغير قيمتها أحد المرات راجعني عندي مريض من العمليات مريض زرع كبد فجاي الجراح وجاي مع المخدر فعمل إليك وهي المخدر أحسن منكم نزلت جرعة النور إبي من 20 ل 10 قلتوا بستعلى هون هذا حطل له إبي نفرين 10 كمان هي مو محسوبة محسوبة مثل النور إبي صالت دراسة الإيثث هي مثال عن دراسة ما بتجاوب عن السؤال المطروح دراسة متقنة ومعمولة ومضبوطة وبروفيشنال خليني أقول بناحية الشكل بس المضمون للأسف ما بتجاوب على السؤال المطروح أضف إلى ذلك أنه هاي الدراسة عملت أو موضتها الشركة المصنية للدواء نفسه الباحثين المشاركين كلهم آخذين فند وآخذين حتى بعضهم أسهم بالشركة نفسها هي من النقاط هذه اللاحقة فيها هذا الدواء بكلف 1500 دولار للفلاكون الوحدة يعني المريض الواحد بكلف له 3000-4000 دولار باليوم من فترة حضرت ويبنار في أطباء أمريكان عم يحكوا بأوروبا ما متوافر مثلا بأمريكا إدارة المشفى قارنت الفوائد والضرر لهذا الدواء لقيت أنه ما نوكوست افكتب أبدا ليش هحط أربعة ألاف دولار أنا لشيء بقدر حقوقه بالنور إبي الموجود عندي نقطة أخيرة بهذا الموضوع أنه حتى لما نعملوا الدراسة كان فيه شوية آثار جانبية أعلى بمجموعة التداخل مجموعة الأنجوتنسين لاحظوا زيادة بالخثار طبعا ما كان هام أحصائيا بس لازم نتذكر وهذا حكي محكيم نحكيه لاحقا أن هذه دراسة RCT عدد مرضاها كلهم على بعضهم 300 مريض فما بتقدر تكشف آثار جانبية بهذه الدراسة لازم تعمل observation trial بس تنزل الدراسة للسوء وتجيب أدد أكبر من المرضى وتقدر وقتها تكشف إذا فيه آثار جانبية أو لا فالFDA عطت الترخيص لهذا الدوا بناء على هذه الدراسة للأسف وبنفس الترخيص عطوا تحذير أنه ربما يزيد الخثار فيا جماعة عطوا مرضاكم مضادات خثار فكم حجم البيس يعني أنا ببعرف الانحياز بهذه الدراسة والواصصات خليني أقول بيسماء النقطة أخيرة حابب أختم فيها الفيديو الFDA approval لا يعني أنه هذا الدواء شي جيد يعني خليني رد عيد الصياغة العبارة لا يعني أنه FDA approved أنه هذا الدواء approved أنه أنا لازم استخدمه أو بقدر استخدمه أو أنه استخدامه صار recommended في أهم الFDA approval recommendation أو guideline أحد المواقع اللي نقلت هذه الدراسة أنه آيت لسه guideline اللي هلأ ما صدرت ونحن ما بنعرف موقف الخبراء بهذا الموضوع لأن guideline ستصدر بعد شهرين يفترض مثل ما وعدتكن هيك على أساس فحننتظر وهي أنا بوعدكن إن شاء الله بعد شهرين ثلاثة بس طلع guideline أعطيكم العبارة اللي قالوا عنها برأيهم بالبيز وبر السين الup to date قال أنه لحد هلأ ما في هذه الدراسة معنى كافية ونحن لازم ننتظر الدراسات أكبر لحتى نقدر نعطي رأي ضد أو ما هذا اللي ناقشته حاليا ملخص مرتاني للفكرة اللي أريد يقولها أنه أنت لازم تنظر للدراسة عموما أبما نحكي بتفاصيل أنواع الدراسات خلينا نعرف أنه هالدراسة فعلا أجابت أو تجيب عن السؤال المطروح سريريا ولا هو بس مجرد كلام محصائي بس السلام عليكم